بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الخامس من الدرس الثاني حول خواص القسور فلو أن الأعداد A وB وC وD وK أعداد حقيقية ونستثني الصفر حينما تكون هذه الأعداد في المقام فإن الخاصية الأولى A على B يساوي C على D يتحقق هذا إذا وفقد إذا كان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين أي أن AD يساوي BC ف4 على 6 تساوي 6 على 9 لماذا؟ لأن 4 في 9 يساوي 6 في 6 كلاهما يساوي 36 الخاصية الثانية هي إخراج عام المشترك من البسط والمقام ثم حذفه لاختصار الكسر فلو أن K A على K B فلو حذفنا K من البسط والمقام يكون الكسر في أبسط صورة على الصورة A على B فمثلا عندنا 21 على 35 21 هي ثلاثة في سبعة وخمسة وثلاثين هي خمسة في سبعة فيمكننا حذف سبعة من البسط والمقام ويكون النتج هو ثلاثة على خمسة خاصية الثالثة ضرب القسور نضرب البسط في البسط والمقام في المقام فA على B في C على D يساوي AC على BD ثلاثة على خمسة في سبعة على ثمانية نضرب البسط في البسط والمقام في المقام فيصير النتج ثلاثة في سبعة وواحد وعشرين خمسة في تمانية بأربعين ويكون النتج 21 على أربعين في حية قسمة القسور الكسر الذي عالي يصار يبقى كما هو A على B ونقلب العلى إلى في ونقلب الكسر المقصوم عليه فتتحول C على D إلى D على C المثال 2 على 3 على 5 على 7 فنكتب 2 على 3 كما هي نحول على إلى في نقلب الكسر 5 على 7 فيسير 7 على 5 نضرب بسط في بسط ومقام في مقام فيكون النتج 14 على 15 الخاصية 5 و6 تتكلم على جمع وطرح القسور في حالة ما إذا كانت المقامات متشابهة فلو كانت المقامات متشابهة كان المقام الجديد هو نفس المقام القديم والبسط هو في حالة الجامعة نجمع البسطين القديمين وفي حالة طرح نطرح البسطين القديمين ف3 على 6 زائد 4 على 6 المقام هنا مشترك 6 وهو مقام الكسر الناتج ثم نجمع البسط مع البسط 4 زائد 3 يساوي 7 في حالة الطرح 8 مقام مشترك أيضا هنا ونطرح 7 ناقص 2 فيصير النتج 5 على 8 وماذا عن إذا كانت المقامات غير متشابهة في هذه الحالة يكون المقام المشترك هو حاصل ضرب المقامين والبسط المشترك هو ضرب على شكل مقص AD زائد BC المثال 2 على 3 زائد 1 على 5 المقام المشترك 3 في 5 هو 15 والبسط المشترك نجري عملية مقص 2 في 5 3 في 1 2 في 5 هنا 10 3 في 1 هنا 3 ويكون المجموع 13 ومع هذه المسائل 2 على 3 زائد 4 على 5 المقام المشترك هو 15 حاصل ضربهما في بعض والبسط المشترك 2 في 5 زائد 3 في 4 2 في 5 بعشرة زائد 3 في 4 بـ 12 فيكون الناتج 22 على 15 نص ناقص 3 على 4 المقام المشترك هو 8 ثم نجري ضرب على شكل مقص 4 ناقص 2 في سالب 3 بسالب 6 يكون الناتج سالب 2 على 8 يمكن أن نختصر على 2 فعل 1 هنا فيها 4 يساوي سالب ربعة 2 على 3 ضرب أربعة على سبعة البسط في البسط ثمانية المقام في المقام 21 2 على 9 على 7 على 5 2 على 9 كما هي نحول على إلا في خمسة على سبعة بسط في بسط عشرة مقام في مقام ثلاثة وستين ثلاثة على أربعة على ستة ناقص اثنين في ثلاثة في البداية نقوم بإجراء هذه عملية الضرب داخل القوس أولا ثلاثة على أربعة على ستة ناقص ستة ثلاثة على أربعة على صفر هذه عملية غير معرفة لا يمكن إجراء القسمة على صفر لأنها عملية غير معرفة رقم ستة سالب ثلاثة على خمسة في سالب خمسة على ثلاثة سالب في سالب موجب نضرب بسط في بسط ومقام في مقام ثلاثة في خمسة خمستاشر والمقام كذلك خمستاشر فيكون النتج واحد صحيح ثلاثة على ثمانية أص ناقص واحد أي نقلبها هي ثمانية على ثلاثة أثنين أص ناقص واحد معناها واحد على اثنين ثمانية على ستة نقسم على اثنين بسط ومقام ثلاثة أربعة أربعة على ثلاثة ننتهي في البداية من القوس أربعة على سبعة ضرب ثلاثة ناقص نصف ماذا نفعل؟ هذه الثلاثة كما لو كان مقامها واحد فيكون المقام المشترك هو اثنين في واحد باثنين مقص ثلاثة في اثنين ستة ناقص واحد هذا يساوي أربعة على سبعة في خمسة على اثنين يساوي عشرة على أربعة عشر نقسم على الاثنين يكون هنا خمسة على سبعة سالب أربعة أص ناقص واحد معناها ربعة زائد ثلاثة نوحد المقامات واحد في واحد بواحد زائد اثنين يكون الناتج سالب ثلاثتاشر على أربعة لو عدنا لآخر خاصيتين وهي خاصية مقام المقام بست بمعنى أنه لو كان عندنا كسر وكان في مقام هذا الكسر كسر آخر فماذا نفعل؟ ننقل مقام الكسر الموجود في المقام إلى البست فمثلاً اثنين على ثلاثة على خمسة المقام هنا عبارة عن كسر فالقاعدة تقول مقام المقام بست فهذا يساوي اثنين في خمسة على ثلاثة أي أنه يساوي عشرة على ثلاثة القاعدة الأخرى ماذا لو كان الكسر في البست وليس في المقام تقول قاعدة مقام البست مقام فلو كان البست عبارة عن كسر بست ومقام نقلنا مقام البست إلى المقام فتصير A على B C مثال اثنين على ثلاثة مقسوما على خمسة البست هنا عبارة عن كسر اثنين على ثلاثة فهذا يساوي اثنين على ثلاثة في خمسة بمعنى اثنين على خمستاشر ترجمة نانسي قنقر